للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السيد النائب المحترم منصف طب بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس السيد الوزن المحترم السيدة السادة النواب المحترمون ولن يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا هذه المهمة الاستطلاعية التي جاءت بطلب من فرق الأغلبية النيابية إيمانا منها بأهمية منظومة شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية في ضمان الأمن الغدائي وحماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية وذلك بهدف تجاوز الاختلالات والصعوبات والإكرهات والتحديات التي تعرفها هذه المنظومة بعدما أبانت الأزمة الصحية والتقلبات الدولية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية عن ضرورة إعادة النظر في هذه المنظومة بالنظر لما عرفته أسعار المواد الغدائية من زيادات متتالية لم تعود في متناول الأغلبية الصاحقة من المواطنين وبهذه المناسبة لا بد من التنويه بعمل أعضاء هذه المهمة سواء في الأغلبية أو المعارضة بالنظر للمجهودات التي بذلوها من أجل إنجاز هذا التقرير المهم والمتكامل والذي تطلب منهم التسلح بالترسان القانوني التي تنظم وتؤثر عملية التسويق والتوزيع الخاص بالمنتجات الفلاحية من جهة وكذا عقد اجتماعات مطولة مع كافة القطاعات الحكومية المعنية والفاعل المهنيين وتنظيم زيارات ميدانية لمجموعة من الأسواق بجهات المملكة من جهة أخرى حيث استطاع أعضاء اللجنة الوقوف على مختلف الاختلالات التي تعرفها هذه المنظومة في إطار الحوار المسؤول والنقاش المثمر والبناء مع القطاعات الحكومية المعنية ليشكل هذا العمل المتواصل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالخروج بمجموعة من التوصيات تستهدف هذه المنظومة حتى تشكل أداة لضمان الإنصاف في التوزيع والتسويق المجالي وحماية المستهلك من الوسطاء والمضاربين نقول من الوسطاء والمضاربين والمتلاعبين بالأسعار وتجار الأزمات بما يتطلب ذلك من الجهات المعنية الحرص على تفعيل هذه التوصيات حتى لا تظل حبراً على ورق وبالنظر للأهمية البالغة التي تكتسي هذه المنظومة بأبعادها القانونية والاقتصادية والشماعية والحقوقية وإيماناً منا في الفريق لاستقلال الوحدة والتعادلية بدرورة تحصين هذه المنظومة حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات التي تفرضها متطلبات معالجة مختلف الإشكالات والاختلالات التي لا زالت تعاني منها هذه المنظومة فإننا نتقدم ببعض الاقتراحات الكفيلة بإصلاح هذه المنظومة إلى جانب التوصيات التي جاء بها التقرير والممثل أساساً في العمل على تشكيل لجنة مشتركة تنظم في تمثيل تمثيليتها القطاعات الحكومية المعنية بما فيها وزارة الداخلية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى الفاعلين المهنيين وذلك في إطار المقاربة التشاركية في تدبير هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي نظراً لارتباطه الوثيق بالأمن الغدائي والقدرة الشرائية للمواطنين وذلك بهدف توحيد جهود كافة المتدخلين وتفادي تدخل الاختصاصات وعدم تحديد المسؤولية في التذبير بما يضمن التعاون والتكامل بها على الوجه الأكمل بعيداً عن الحلول المرحلية التي أبانت عن محدوديتها والتصدي لمختلف أشكال المضاربات والتلاعبات بالأسعار على حسب المنتج والمستهلك على سواء العمل على تجميع أسواق الجملة في مناطق محددة تتوفر على جميع البنيات التحتية التي تنظم سلاسل المنتوج الفلاحي من التلف حتى بلوغ يد المستهلك مع الحرص على ضمان التنظيم المحكم والتدبير الجيد لهذه الأسواق بعيداً عن مظاهر العشوائية والريع وغيرها من الأمور التي تحول دون جعل هذه الفضاءات الاقتصادية أداة حقيقية للتسويق المنتظم الذي يكفل جميع الحقوق للعاملين فيها ثالثاً إعادة النظر في الترسان القانونية لهذه المنظومة في شموليتها بعدما أصبحت متجاوزة ولا تستجيب لمتطلبات إصلاحها خاصة فيما يتعلق بالقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الظهير الشريف بسن تذبير خاص تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات في إطار التجميع الفلاحي القانون المتعلق بالتجميع الفلاحي الظهير الشريف المتعلق بتخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضارية وغيرها من القوانين التي تؤثرها هذه المنظومة والتي يعتبر تحيينها مدخلاً أساسياً لإصلاح هذه المنظومة على أساس أن يتم تجميع جميع هذه النصوص التشريعية في مدونة شاملة العناية بالعاملين في مجال النقل اللوجستيكي نظراً للدور الذي يقومون به في مجال تأمين وتوفير المنتجات الفلاحية بكافة الأسواق المنتشر عبر التراب الوطني وذلك من خلال تأهيل أسطول النقل وإعادة هيكلة قطاع اللوجستيك وتحديثه وتزاوز اختلالات التي تؤثر سلباً على تنافسية وجودة خدماتها حتى يستجيب لكافة شروط سلامة المنتوج نظراً لكوني نسب مهمة منه تتعرض للتلف في ظل غياب هذه الشروط من جهة وكذلك النقل يعتبر عاملاً أساسياً في الرفع من أثمان المنتجات الفلاحية بنسبة كبيرة يمكن أن يتراوح 20% الأمر الذي من شعنه إثقال كاهلة المستهلك وهو المواطن الحرص على محاربة جميع العمليات المرتبطة ببيع المنتجات الفلاحية التي تتم خارج الأسواق النموذجية والتي تصل إلى نسبة 70% وهو رقم مخيف يوحي بتمطط تسلة التوزيع بين البيع وإعادة البيع قبل الولوج لهذه الأسواق الأمر الذي يؤدي حتماً إلى ارتفاع أثمان المنتجات الفلاحية تأهيل الأسواق الأسبوعية بالعالم القروي حتى تقوم بالدورة المنوط بها في تثمين المنتجات المحلية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتحريك العجلة الاقتصادية تسريع وتيرة تفعيل المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة والخضر والفواكه والمخطط المديري للمجازر بما يضمن التدبير الجيد لهذه الفضاءات الاقتصادية بعيداً عن مظاهر الاحتكار والتحكم والريع والعشوائية العمل على إدماج القطاع غير المهيكل في النشيج الاقتصادي المتعلق بتسويق المنتجات الفلاحية العمل على ضبط عملية التخزين العشوائي التي تساهم في الاحتكار والتحكم في التسويق والتوزيع للمنتجات الفلاحية ولا شك أن هذا التقرير شكل أرضية صلبة لإصلاح منظومة التوزيع والتسويق للمنتجات الفلاحية ببلادنا إذ ما تم استثمارها الاستثمار الأمثل من خلال الحرص على تفعيل المضامين التي جاء بها التقرير من مختلف الأطراف والجهات المعنية بما فيها أساساً القطاعات الحكومية المعنية التي أبانت عن إرادتها في إصلاح هذه المنظومة وتزاود اختلالات والصعوبات التي تواجهها من أجل تدبير جيد لهذه القطاعات الحيوية التي يقترب ترتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية للمواطنين وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في شموليتها والله ولي التوفيق شكراً سيد نائب المحترم